دعونا نتعلم القليل عن الموائع ربما لديك فكرة عن ما هي الموائع لكن دعونا نتكلم عنها بالمعنى الفيزيائي أو ربما بالمعنى الكيميائي اعتمادا على السيق الذي تشاهد الفيديو من أجله إذن المائع هو أي شيء يأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه مثال لو لدينا كرة من زجاج إذن لو كان لدينا كرة من الزجاج هذه الكرة ولنقول بأننا قمنا بملئها تماما بالماء إذن قمنا بملئها تماما بالماء وكنت سأفترض أننا في بيئة منعدمة الجاذبية ولكننا لن نحتاج إلى ذلك لنقول أن كل سنتيمتر مكعب كل سنتيمتر مكعب أو متر مكعب من هذه الكرة الزجاجية مملوئة بالماء ولنفترض أنها كرة من المطاط وليس تأمين الزجاج إذا كانت هذه الكرة من المطاط لو أغيرنا شكل هذه الكرة وليس حجمها فلو غيرنا شكل هذه الكرة هذا هو الشكل الذي تبدو عليه سيتغير شكل الماء مع الإناء إذن شكل الماء سيتغير بتغير شكل الإناء الذي يضع فيه وفي حالتنا هذه لدينا ماء أخضر وبالمثل أيضا صحيح لو أن لدينا أكسجين لو أن لدينا أكسجين أو أي كمية من الغاز فسوف يملأ الإناء وفي هذه الحالة سوف يأخذ الشكل الجديد للإناء لذا المائع بشكل عام يأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه وكان لدينا مثالان على الموائع أحدهما السوائل والآخر غازات وكلهما يأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه ولكن ما الفرق بين السائل والغاز حسنا الغاز قابل للإندغاط مما يعني أنه يمكننا تقليل حجم هذا الإناء وسيصبح الغاز أكثر كثافة داخل هذا الإناء لذلك يمكن اعتباره لو نفخنا هواء داخل بالون تستطيع ضغط هذا البالون قليلا فهناك هواء بداخله يعني أنه في لحظة ما قد يصبح ضغط عال يؤدي إلى فرقات البالون ولكن يمكنك ضغط الغاز في حين أن الماء غير قابل للإندغاط وكيف نعرف أن السائل غير قابل للإندغاط حسنا تخيل نفس البالون ممتلئ تماما بالماء ولو ضغطنا على هذا البالون من جميع الجهات لنقل لدينا هذا البالون نوى وممتلئ تماما بالماء فلو ضغطت هذا البالون من جميع الجهات فلن تستطيع أن تغير حجم هذا البالون مهما فعلت لن تستطيع تغيير حجم هذا البالون مهما كانت القوة أو ضغط الذي ستضعه عليه من أي جهة لكن لو كان مملوء بالغاز البالون بنفسجي للغاز يمكنك بالفعل تقليل حجمه بالضغط عليه من جميع الجهات ويمكنك فعلا ضغطه ويجعل الحجم الكل أصغر إذن الفرق بين السائل والغاز الغاز قابل للإندقاط ولكن السائل غير قابل للإندقاط ولاحقا يمكننا تحويل السائل إلى غاز والغاز إلى سائل وسائل إلى صلب وسوف نتعلم ذلك لاحقا وهذا تعريف جيد ومناسب يمكننا إستخدامه وسوف نركز الآن على السوائل لنتعرف قليلا على أحركة السوائل وربما الموائع عامة لنرسم شيئا آخر لنرسم شيئا آخرا دعونا نقول أن لدينا هذا الشكل الغريب الذي يظهر في العديد من كتب الفيزياء والذي سوف أرسمه هذا الإناء الغريب ضيق نسبيا من هنا من هذه الجهة ويتسع على شكل ويأخذ شكل حرف ايو وتتسع فتحته الأخرى من الجهة الأخرى لنفرض أن مساحة هذه الفتحة دعونا نقول اي واحد ومساحة هذه الفتحة اي اثنان هذه أكبر وسوف نملأه بكمية من السائل سوف نملأه بكمية من السائل السائل أزرق اللون هذا هو سائلنا دعونا نملأه بسائل هذه الأداة نعم جيد انظر لهذا لقد ملأته بسائل سريعا حسنا وهذا السائل ليس فقط مائع ولكن ما يهمنا عنه ما يهمنا عنه أنه غير قابل للاندخاط دعونا نستفيد مما نعرفه عن القوة وبالأخص الشغل وهل وهل يمكننا استنتاج بعض القواعد عن القوة وضغط السوائل في مركزها ماذا نعرف عن الشغل الشغل هو قوة مضروبة بمسافة ويمكن اعتبارها كطاقة توضع في النظام يمكننا الكتابة هنا الشغل وعير مزله بالرمز W أي Work يساوي القوة مضروبة في المسافة إذن الشغل يساوي القوة في المسافة وإن الشغل داخل للنظام Work Inlet يساوي الشغل الخارج من Work Outlet صحيح لذلك القوة المضروبة بالمسافة الداخل للنظام تساوي القوة المضروبة بالمسافة الخارج منه ويمكننا مراجعة فصل الشغل لذلك وهذا هو مبدأ حفظ الطاقة لأن الشغل الداخل هو الطاقة التي تضعها بالنظام ويقاس بالجول والشغل الخارج هو الطاقة التي تخرج من النظام وينص على أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم ولكن يمكن تحويلها من صورة إلى أخرى ودحنا نستقدم هذا المفهوم هنا القوة المضروبة بالمسافة الداخلة تساوي القوة مضروبة بالمسافة الخارجة إذن القوة الداخلة درب المسافة الداخلة تساوي القوة الخارجة مضروبة بالمسافة الخارجة صحيح يمكننا قول ذلك لو ضغطنا بكوة لو ضغطنا بكوة على كل هذا السطح لنفرض أن لدينا مكبس لنفرض أن لدينا مكبس بنفسجي أو رجواني هذا هو المكبس وضغطنا للأسفل على هذا المكبس ضغطنا للأسفل بقوة مقدارها F1 وضغطنا لمسافة D1 إذن ضغطنا لمسافة مقدارها D1 هذا هو الوضع الابتدائي وهذا هو الوضع النهائي اللي نرى أصعب جزء هو اختيار الألوان إذن بعد الضغط سيقطع المكبس هذه المسافة إذن هذه المسافة التي تم ضغطها هي D1 ها هنا الماء وضغطناه لمسافة D1 متر جيد إذن في هذا الوضع الشغل هو F1 مضروبة في D1 ولكن دعني أسأل ما كمية الماء التي تمت إزاحتها ما هي كمية الماء الكلية التي أزحتها حسناً هذا الحجم هذا الحجم الكلي تم إزاحتها للأسفل إذن ما هو الحجم هنا التي أزحتها الحجم هنا هو الحجم هنا هو الحجم المزاح يساوي هذه المسافة ولأنها تشبه استوانة من السائل إذن تساوي هذه المسافة مضروبة في هذه المساحة الصحيح مضروبة في مساحة الإناء عند هذه النقطة فلنفترض أنها ثابتة عند هذه النقطة وتتغير بعدها إذن تساوي مساحة واحد مضروبة في مسافة واحد صحيح ونعلم أيضاً أن هذا السائل يجب أن يذهب لمكان آخر حيث ماذا نعرف عن السوائل إنه غير قابل للإنضغاط فلا يمكنك تغيير حجمه لذلك فإن كل هذا الحجم يجب أن يذهب إلى مكان آخر وهنا حيث كان السائل وسيرتفع السائل إلى مستوى آخر دعنا نقول أنه سيصل لهذا المستوى هذا هو المستوى الجديد سيقطع مسافة ما هذه هي المسافة اثنان التي سيقطعها وكيف تعرف المسافة التي سيقطعها حسناً الحجم المزاح هنا سيذهب إلى مكان آخر سوف يزاح فبالضغط هنا بالضغط هنا السائل سيذهب لمكان آخر حتماً سيذهب للأعلى ليس بالضرورة أن تكون في نفس الاتجاه ربما سيزاح بعض السائل هنا هنا وهنا وهنا حيث يصل السائل للأعلى هنا فسوف يزاح ويدفع للأعلى لذلك الحجم الذي تدفعه للأسفل له نفس حجم المدفوع للأعلى هنا لذا ما هو التغير الحاصل في الحجم؟ وما هو الحجم الذي تم دفعه للأعلى هنا؟ حسناً الحجم هنا يساوي المسافة اثنان مضروبة في هذه المساحة الأكبر فيمكننا القول الحجم اثنان يساوي المسافة اثنان مضروبة في هذه المساحة الأكبر ونعلم أن هذا السائل غير قابل للإنضغاط لذا الحجم هنا لابد أن يساوي الحجم هنا صحيح إن هتان الكميتان متساويتان لبعضهما إذن المساحة واحد مضروبة في المسافة واحد هذه المساحة مضروبة في هذه المسافة سوف تساوي هذه المساحة مضروبة في هذه المسافة المساحة اثنان مضروبة في المسافة اثنان لنرى ما يمكننا فعله نحن نعلم القوة الداخلة مضربة في المسافة الداخلة تساوي القوة الخارجة مضربة في المسافة الخارجة لنأخذ هذه المعادلة سنعود للون الأخضر وحتى لا يحدث خلط ونقسم الجانبين على لنعيد كتابتها سوف أكتب كل قوة داخلة حقا مر الوقت سنكمل الباقي في المقطع القادم أراكم لاحقا